اوديولابي شارك المعرفة استمع لأروع الكتب الصوتية في مجال المال والاستثمار تطبيق العرب الثري المكان الأمثل لتنمية ذكائك المالي هناك أسليب كثيرة ومتنوعة لتحقيق الثروة لكن المبادئ الثلاثة التي ذكرها ريوهو أوكاوا تمثل الأسليب الأساسية أولاً استخدم النقود باعتدال ثانياً ليكون لديك فكرة واضحة عن كيفية استخدام الثروة ثالثاً كن مساعداً لاستخدام ما ركمته لصالح الآخرين إذا تبعت هذه المبادئ لن تعتبر ثروتك خطيئة وستكون ثروتك نعمة إلهية مدم تحترم هذه القواعد عندما تشرع في تكوين الثروة أريدك أن تضع ذلك نصب عينيك وتتذكر أن اكتساب نفوذ أكبر من خلال الثروة يجب أن لا يعتبر شيئاً سلبياً المبدأ الأول حزن التدبير ويعني التدبير الاقتصاد والتوفير وتقليل التبديد تلك هي نقطة البداية إذا كنت مبدداً أو تعيش حياة باذخة فستنفق نقودك بالتدريج بصرف النظر عن مقدارها هناك مثل قديم مفاده الجيل الثالث يعود إلى المطحنة يعمل أحد أفراد الجيل الأول بجد ويشتري المطحنة التي كان يعمل فيها أجيراً ويوسع أحد أفراد الجيل الثاني العمل ويتسبب أحد أفراد الجيل الثالث بإفلاس الشركة ويعود إلى المطحنة ليصبح عاملاً فيها يرجع ذلك في معظم الحالات إلى أن الجيل الثالث ينتهج نمط حياة مترف ويهمل الجد في العمل ونتيجة لذلك يبدد النقود وسرعان ما يجد أنه مفلس ينطبق ذلك على شركات والحياة الخاصة على حد سواه ولذلك أقول أن التدبير أو الاقتصاد والتوفير شديد والأهمية غير أن ذلك لا يعني أن تصبح بخيلاً البخلاء لا يحققون الثراء الحقيقي للأسف لذا فإنني لا أوسي بأن تبخل بكل قرش تنفقه بل أريدك أن تتجنب التبديد من المهم أن تعتدل في استخدام النقود كي لا تبدد الثروة التي لديك قبل أن نكمل وفي هذا السياق ندعوكم للاستماع لملخص كتاب مئة قانون صارم للنجاح في دنيا المال والأعمال للكاتب براين تريسي حمل نسختك الآن عبر تطبيق أوديولابي المبدأ الثاني الثروة تتراكم حول من يعرف كيف يستخدمها لن تظهر الثروة فجأة في غرفة نومك بل تأتي لمن يقدرون قيمتها وتتكدس مبالغ هائلة من النقود في المصارف وسبب ذلك أن المصارف تحصن استخدام النقود لإنتاج المزيد النقود تأتي إليها لأنها تعرف كيف تستخدمها وينطبق الأمر نفسه على المستوى الشخصي تتراكم النقود عند من يعرف كيف يستخدمها على سبيل المثال إذا قررت أن تبني منزلا لك فستعمل جاهدا للحصول على الأموال اللازمة أو إذا كان لديك العديد من الأبناء وتريد أن يذهبوا جميعا إلى الجامع فعليك زيادة إراداتك لتحقيق ذلك وبهذه طريقتات النقود إلى من يعرف كيف يستخدمها لذا إذا كنت تريد أن تزداد ثراء فمن المهم أن يكون لديك أولا فكرة واضحة عن سبل استخدام الثروة عليك أن تكون قادرا على أن تقول لنفسك أحتاج إلى النقود لهذا السبب وذاك لذا أريد أن أصبح ميسورا الأشخاص الذين لا يشعرون أنهم بحاجة إلى النقود لن يصبحوا أغنية وإذا نجحوا في الحصول على مقدار محدد من الثروة فسيكون ذلك على نطاق محدود فالثروة الحقيقية لا تأتي إلا لمن لديه فكرة واضحة عما يريد تحقيقه بالنقود الثروة تفيد في جميع أنحاء العالم باحثة عما يعرفون كيف يستخدمونه وإذا ظهر هؤلاء الأشخاص تتدفق النقود نحوهم تلقيا وفي ذلك يمكن القول إن النقود تشبه الدم في الجسم فالدم يتدفق إلى الأماكن التي تكون بأمس الحاجة إليه وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين يمتلكون كثيرا من النقود في العالم لكنهم لا يعرفون كيف يستخدمونه يبدأ كل شيء بالأفكار الجيدة التي تستهوي القلوب فتجتذب الطاقة من أماكن مختلفة وطاقة تستدعي بدورها الثروة الثروة تندفع نحو من لديهم الأفكار والحماسة إلى أشخاص الذين يعرفون كيف يستخدمونه ومن المهم أن تمتلك أفكارا سامية عن كيفية استخدام الثروة المبدأ الثالث من يعطون يتلقون إذا نجحت في جمع الثروة عليك أن لا تحاول احتكارها لنفسك سوف تتدفق إليك الثروة بالتأكيد إذا حاولت استخدامها لتسهم في تحسين نمط حياة الآخرين وجلب سعادة إليهم بعبارة أخرى النقود تختفي تدريجيا إذا استخدمتها لمصلحتك فقط لكن إذا حاولت استخدامها لصالح أكبر عدد ممكن من الأشخاص فستجد أنها ستستمر في النمو والتكاثر مثلا نجح هنري فورد في جمع ثروة ضخمة في حياته وذلك بسبب أنه حلم بوقت يستطيع فيه الجميع بمن فيهم الموظفون في المكاتب والعمال اليدويون في شراء سيارة خاصة بهم أرد أن يصنع سيارة يستطيع الناس شراءها ودفع ثمنها من أجورهم وتمكن من تحقيق حلمه بالتدريج كذلك كونوسوك ماتسوشيتا الرجل الذي كان يدعو إلى فلسفة ماء الحنفية على الرغم من أن الماء ليس مجاني فإنه يبدو أن هناك موردا لا ينضب منه إذا توقف شخص غريب تماما وشرب من حنفية الماء أمام منزلك لن تدعوه لصا وتقول إنه سرق ماءك الماء ليس مجاني وهو يشربه من دون استاذانك لذا يمكن تسميته لصا في أضيق معاني القانون لكن الماء يوفر بتكلفة زهيدة جدا بحيث نعتقد أنه مجاني بالفعل لذا لن يتهم أحد رجلا بسرق لأنه شربه ومع أنه ربما يتناوله خلصة فلن يشعر أحد بأنه سرق كان هدف سيدي ماتسوشيتا إنتاج أجهزة كهربائية منزلية زهيدة التكلفة بحيث ينظر الناس إليها كما ينظرون إلى الماء وهذا ما أشر إليه بعبارة فلسفة ماء الحنفية إنه شكل من أشكال فلسفة الحب وقد نجحت شركته في إنتاج أجهزة كهربائية زهيدة التكلفة كما أمل والنتيجة أن الإرادات الراهنة تبلغ مئة المليارات سنويا الحب وثروة يمنحان إلى من لديهم قلب واهب إنهما يتداولان ويعودان إلى من يهب ويتركمان لتكوين ثروة ضخمة لابد أن تتعلم كيف تتقاسم ثروتك مع الآخرين على نحو ما تشاركهم من محبة لا يعني ذلك أن عليك أن تهب نقودك للمتسولين فمن المهم أن تستخدمها بحيث تفيد الآخرين بطرق مختلفة عديدة وآخيرا ندعوكم لتحميل كتاب التفكير الذي لا يقهر لريوه أوكاوا حمله الآن مجانا عبر الرابط في مربع الوصف استمع إلى هذا المقال الصوتي عبر تطبيق أوديولابي كما يمكنك قراءته بتفاصيل أكثر عبر أوديولابي دوت بلاغ ترجمة نانسي قنقر